أعزائي مشاهدين أهلاً وسهلاً بكم وحلقة جديدة من برنامجكم عالم مرينا موضوع حلقتنا النهاردة نتكلم عن صحة وطب الأسنين حيث يظهر كثير من التطورات في عالم طب الأسنين ويداناً لعديد من التسؤالات حول هذا المجال وكل ده هنعرفه أكتر مع سلسلة حلقات تسكفية في هذا المجال خاص بطب الأسنين نحب الأول نرحب بالدكتور محمد زكي أخصائي طب التجميل ومالك ومدير مراكز الفيلا والآي سمايل لطب الأسنين أهلاً وسهلاً بك دكتور أهلاً بك يا مرينا اسمه الفيل الفيلة إزاي نقدر نختار أسنان كويسة ونقدر دكتة أسنان كويسة وزاي نقدر نحدد خبرتهم ومهارتهم يعني أنا أقدر إزاي قبل ما رحل الدكتور أبقى فهمة الدكتور دي يكون كويس ومهارتهم عالية ويفيدني ولا لا؟ هو حقيقي ما فيش بروتوكول أو طريقة موحدة موجودة ولوفر دولت في كل العالم نقدر نقول بيها أن أنا إزاي أقدر أختار دكتور السنان بتاعي صح وخاصة مع التطور الكبير جداً اللي حصل في طب الأسنان في العشر سنين الأخيرة أو نقول في العشرين سنة الأخيرة طب الأسنان من الحاجات اللي فيها تفرع كبير جداً فيه فروع كتير جداً في طب الأسنان فإحنا معظمنا بيروح لأي دكتور في أي مجال بيروح له إزاي عن طريق الورد أوفزا ماوس سمع من حد ويبنقول إنه زكي أوفزا ماركتينج إزا وورد أوفزا ماوس أكتر حاجة بتقدر تأثر في الناس هي أن السومة ده بيبقى طبعاً دي أكتر حاجة بتوجه المريض ناحية الدكتور اللي عايز يختاره لكن المشكلة بيفطوب بالسنان مش هتبقى ضقيقة شوي أو الموضوع ده مش هتبقى ضقيقة شوي إن أنا ممكن بمنطقة البساطة روحت عند الدكتور أسنان هو جراح شطر جداً لكن في النهاية أنا المشكلة أنا ممكن أكون عايزة أعمل حشوة أو عندي تجميل مثلاً يبقى في الحالة دي أنا اختارت الدكتور بتاعي هو شطر جداً في الجراحة لكن السكيلز بتاعته ممكن ما تبقاش عالية جداً في الجزء الاستواتي عشان كده ابتدت تظهر في الفترة الأخيرة مراكز متخصصة في طب الأسنان بيبقى فيه فريق متكامل شغال في هذا المجال الجزء التاني طبعاً اللي أنا باختار على أساسه غير الورد أوب دا ماوس إن أنا باعتمد على التيفي مادية فيه دكتور كتير جداً بتقدر تسوق لنفسها كويس جداً عن طريق التيفي مادية الجزء التالت الديجتال ماركتين السوشال ميديا طبعاً بقت القوة بتاعتها رهيبة جداً فيه على مطب الأسنان الحاجة الرابعة طبعاً الحاجة اسمها الريفيرل سيستم أو بعض الشركات اللي بتقدم أبليكيشن معينة بدون ذكرى أسماء يعني إن أنت بتقدر تلجأ لها عشان تقدر تروح لدكتور السنان بتاعك طبعاً التولز دي كلها للأسف ما بتديش أكيريسي إن أنا ممكن أختار بشكل دقيق فأنا أتمنى طبعاً أتمنى فيه السنين اللي جاية يبقى فيه آلية أفضل تتبنى النقابة أو تتبنى أي جاة مسؤولة تقدر توجه الناس صح ناحية الدكتور السنان وده يبقى مشروع كده هنقوم نتكلم فيه واحدة من حلقة إحنا لسه معنا سلسلة كبيرة هنتكلم فيها ونتعلم من حضرتك إن ده حاجة بقعد أفكر فيها دايماً إزاي أوجه المريض بتاعي للدكتور الأسنان الصح ما دي فعلاً مشكلة بتواجه الناس كتيرة بنبقى محتاجين نعرف إن حد فعلاً بيدينا النصيحة الحقيقية الكاملة لأنه بيبقى فيه حد عشان يطلع نفسه هو الكويس وهو البرفكت في المجال بيضطر إن هو يغطي على غيره فإحنا هنا عايزين يعني إن حديك تدينا كل الأخبار اللي هي عن طب الأسنان وهتدينا معلومات أكتر وإحنا معنا سلسلة هنتعلمنا فيها أكتر عن المجال أنا قبل هدف الموجود معاك وأصلاً وأنا عميك إن النهاردة مش طالع أعلن عن نفسي ولا عن دكتور محمد زاكي ولا مركز الفيلا أو مركز أيسمايل لأنا طالع النهاردة ليه هدف أو ليه رسال عايز أوصلها ليه الناس كلها إن إحنا إزاي فعلاً إيه اللي المفروض نعرفه عن طب الأسنان إن دي من العوامل المهمة جداً جداً اللي بتنجحني كدكتور أسنان صح فعلاً إن أنا أتعامل مع عميل هو فاهم أنا بعمله ما هو دي فعلاً النقطة اللي كلنا في حياتنا بندور عليها فعلاً طب إيه هي أهم الإرشادات اللي تهم المرضى اللي يقدر يقدمها دكتور الأسنان لهم يعني إيه أكتر الإرشادات اللي ممكن الدكتور يقدمها لنا بصي والسؤال ده طبعاً يعني فيه عمق وفيه كلام كتير جداً وأنا يمكن بقابلها كتير جداً إحنا في طب الأسنان ما بنتعلمش الكميونيكيشن سكيلز ما بنتعلمش إزاي نتعامل كويس جداً مع المرضى تمام؟ فبالتالي بنهدر حقوق المريض بيبقى عندنا المريض ليه حقوق؟ المفروض إن احنا نعرفها ده تمام؟ فالمفروض إن واحدة من ضمن الحاجات اللي أنا بعرفها للمريض إن أنا نهارده قدر أديك جرانتي أديك ضمان على الشغل بتاعي بس بشرط فيه بديواتك تشكر يبقى لازم أن تيجي تعمل كشف دوي لازم أن يبتدي يبقى فيه نظافة أسنان بانتظام لو المريض ما حفظ على التعليمات اللي أنا بديهله لما حفظ على الحاجات اللي أنا بديهله أو اللي أنا بقولهله دي طبعاً بتعملي مشكلة كبيرة جداً ودي برضو هنتكلم فيها واحدة من التولز اللي بيتم استخدامها بشكل سائق جداً إن أنا نهارده إحنا كده كده أسنان بنحن من إحنا نعالج عرب ونعالج ناس برا وأجانب والكلام ده طب هو فين تشيكب؟ فين البروديك تشيكب؟ يعني إحنا مفروض أصلاً نعمل كل قدقية تشيكب؟ يعني فيه ناس بتقول يعني مفروض مثلاً كل شهر ولا كل قدق ولا لما أتعب أروح؟ نعم هو كل ست شهور المفروض إن أنا بعمل كشف دوري ده البروتوكول المتبع إن إحنا المفروض كل ست شهور وفي حالات طبعاً ممكن أحتاج المريض إن أنا أشوفه فيه فترات زمنية قريبة فلازم الدكتور السناني يوضح للعميل بتاعه إنت المفروض أشوفك كل قدقية بالظبط فعلاً طب إنت حدق برضو ذكرت السوشيال ميديا وذكرت التفي فدلوقت بقيت التفي ميديا بتأثر في عياتنا طبعاً بشكل كبير فممكن حدق تحكي لنا قدرت يعني المجال ده قدرت إزاي يأثر فينا في الطب الأسنين بصي هو التفي ميديا يعني على قد ما هو لي إيجابيات يعني أنا شايف أن التفي ميديا أو السوشيال ميديا لها إيجابيات كتير زي أحاجة في الدنيا لكن للأسف فيه سلبيات كتير جداً يعني أنا كتير بتابع أنا متابع جيد ليه برامج كتير من السادة الزملاء وأنا بعتبرهم ناس شطرة جداً وناس قويسة جداً بس هي المشكلة إن أحياناً بتبقى فيه سقطات يعني سقطات ممكن تعمل مسليدنج للبيشنط أوجه المريض توجيه خاطر وأبتدي أتكلم على حاجات مش مقبولة في طب السنين يعني أنا مش حابب مثلاً نحن نتكلم طب السنين ما هواش سلعة فأبو السلاقي عروض تخفضات حاجات كتير جداً بشكل مش طبيعي تمام تاني حاجة كأن طب السنين اقتصر على السمايل فكل يوم إعلانات كتير جداً عن السلايل عن السمايل فيه برضو بعض السادة برضو الزملاء بيبتدي بيتكلم عن إن هو الوحيد في مصر اللي بيقدم الخدمة دي أو هو أفضل مكان في مصر اللي بيعمل الخدمة دي دي كلها طبعاً حاجات مش صحيحة وخاصة مع السؤال ده أنا عايز أقول إن أشتر دكاترة السنين في مصر ما بيطلعوش في المادي أيها فعلاً يعني أنا أسادزتي أنا تعلمته طبعاً يعني وقديم بالفضل لكتير جداً من أنا خارج أسر عيني أسادزة الأسر عيني كلهم كمية كرسات رهيبة جداً يعني أنا لو قاعدت أذكر أسماء الأسادزة وطبعاً ده أنا أحس إن ده واجب تجاههم إن أنا أقولك إن أفضل أسادزة طب أسنان في مصر وبرضو للمعلومات إن إحنا عندنا طب أسنان في مصر قوي جداً يفوق دول أوروبية ودي معلومة مش كتير جداً من الناس بتعرفها فعلاً عندنا أسادزة إنترناشنال سبيكرز أقوية جداً في ناس تطور تسافر أصلاً برا مصر عشان تعمل هولير سمايل أو أن يتعالج حاجة أنا كان عندي حالة كانت عاملة شغلة في تركيا كانت عندي هنا في العادة بزايد وللأسف كانت مشاكلها كتير أنا يعني أنا بقول له حقيقة أنا عايز بس يعني أعتقد أن تبقى في حلقة كاملة بس هتكلم عن الأسادزة طب أدي أنا تعلمت منهم وأدي إيه الناس دي أسرت فيها جداً وأدي إيه هم دول أفضل دكاترة في مصر يعني النهاردة مش عشان محمد زاكي معيك أنا أفضل دكتور سنان في مصر أنا بحاول أكون كويس بحاول أعتمد على قوي بحاول يبقى عندي إدارة قوية دي كلها محاولات أن أنا أوصل لأن أنا أقدم كواليتي عالية جداً للمرضى الطوعي أو للعمل الطوعي بشكل عنه إنما التلفزيون للأسف اللي بيطلع ويقعد يتكلم أنه هو أفضل حد بيقدم الخدمة دي في مصر ده كلام مش مزبوط ما هو فعلاً إحنا بنحاول ندور على حد يدينا المعلومة بدون مقابل يعني بنحاول ندور فعلاً على الحد الموصوق منه ما يقولش أنا هم موجود أتعلوا عندي لأنا بعايز إن أنا أديكم المعلومة وإنتوا اختاروا إنتوا براحتكم اللي إنتوا عايزينه بس ده الصح اللي إحنا بنتكلم فيه أنا أتمنى أن يكون فيه زي ما قلت رحيك فيه مؤسسة تبقى مسؤولة عندها إن أنا أعمل توجيه صحيح للمرضى وإن أنا أعمل غير التوجيه كمان إن أنا أحافظ على حقوقهم ونحي التاني أحافظ على حقوق الدكاترة يعني خلي بالك أنا في النهاية إحنا كنا درسنا وأعتقد أعتقد إحنا عشان دفعات قديمة شوية كان فيه شابتر كده كان بيتكلم عن الإسكس اللي هي أخلاقيات المهنة أن ليجا الresponsبوليتي والمسائلة القانونية كلام ده كلام على ورق يعني نفس طبعاً الكلام ده يكون مطبق ويمطبق بقوة في مصر أعتقد إن شاء الله السنين اللي جاية مع تقدم طب السنين إن شاء الله يكون فيه سيستم للحفاظ على حقوق الطرفين بأمر الله تعالى إن شاء الله طب إحنا دلوقتي يعني إزاي ده إن إحنا إزاي نحدد من السوشيال ميديا أو من التفي إزاي أقدر أحدد الأماكن والمراكز اللي هي موصوب منها يعني أنا أقدر إزاي أحدد ده نو مستحيل النهاردة إما بيطلع دكتور يعني طبعاً هو إحنا المشكلة إن إحنا وده الهدف برضو من وجودي معاكي إن أنا لازم أن أعلم العميل بتاع الحالات مش شبه بعضها النهاردة أنا بطلع بيتكلم عن حالة جات عملت سمايل في 24 ساعة أنا في حالات نو وي إن أنا هعمل سمايل نو وي حالات كونتر اندكيدم عيفة عشان أنا أعمله تمام؟ حالات بتبقى محتاج أمر بمراحل كتير يعني في حالات يعني على سبيل المثال أنت ممكن يجي لك مريض المفروض أنت بتعمل حاجة اسمها Crime Investigation أنت بتقعد تفحص المريض بتاعك كأنك بالضبط بتحل الجريمة أنت ممكن يكون المريض ده عنده depression معايا؟ مستحيل أن أنت أصلاً ده تعمله اسمائي لازم أن يتعالج الأول لازم أن الأول تعمله ريفير للسايكولوجيست بتاعه ويقدر يعالجه في دلوقتي في الطب السنان في حاجة غريبة جداً برضو ناس ما بتاخدش بالها منها أنت ممكن لو مريض عنده مشكلة في الفقرات ده مستحيل تدخله في اسمائي غير ما تعالج له مشكلة الفقرات لأنها بتأثر على CMG على مفصل الفك ففي حاجات كتير في طب السنان حتى بقى فيه مبدأ دلوقتي اسمه Complete Medicine أنت بتتعامل معه يعني عايز أقول حاجة دلوقتي إحنا بقينا نحلل اللايفستايل بتاع المريض يعني إحنا دلوقتي مش مش أي حد يقول لي أنا هعملك الهوليو سمايل في وقت قليل في ناس شاطرة جداً على السوشال ميديا في ناس شاطرة جداً في التسويق تمام بتقدر تأتراكت العملة وبتعرف هي تدخل لهم منين فبالتالي بيقدر يبقى عنده عدد كبير جداً من العملة لكن هل الكواليتي بتبقى قوية جداً أنت ما تقدريش تحكميها إيبن هو برفلكت بعد الكيس يعني بقول حالك كتير جداً بعرض حالات قبل وبعد كتير جداً على الفيسبوك والكلام ده لغيف جداً مع الناس لكن الكلام ده مش هو المقياس ولا المعيار بتاعي أنا أشعر يعني أنا أعتقد واحد من الناس في الفترة الزمنية اللي أنا اشتغلت فيها في شبرة اللي أنا اشتغلت فيها هنا في زايد أنا كنت بوصل في مرحلة من المراحل من الشغل إن أنا فعلاً مش قادر أشتغل تاني كان المرضى اللي عندك بيبقى كتير جداً من فضل ربنا سبحانه وتعالى الورد أبدا موث هي الأساس هي اللي العين بيحس بيك بحس أن أنت فعلاً أمين عليه فدي حاجات طبعاً أنت متقدرش للأسف تعرفها غير بخبرتك في التعامل مع الدكتور بتاعك عشان كده أتمنى أن يكون فيه زا ما قلت الحقيقة جهة تقدر توجه المرضى بعد كده وده مشروع أنا بأحلم به وإن شاء الله هحاولنا فيه طب إحنا دوقتي بيجينا أوقات بنشوف مثلا الإعلانات على السوشيال ميديا وبنشوف الأسعار فمثلا أنا أوقات باختار السعر العالي أقول لا ده ده بيكون بروفيشنال وهيعمل لي الحاجة الكويسة اللي أنا عايزها في أي العمل اللي تقدر تأثر بشكل كبير في تسعيرت الخدمة للأطباء يعني إزاي أقدر يعني الأطباء بيكون عندهم تسعيرة معينة فديم تكون بالنسبة السؤال ده بالذات يعني إيه هيخليني أسكر أستاذنا أستاذ دكتور أبي هيكر نطيب أطباء الأسنان واحد من اللي أنا بدلهم بالفضل إن أنا تعلمت على دي يعني إيه بيزنس معي وللأسف على فكرة يمكن المعلومة دي أتمنى برضو إن الناس المهتمة بالتعليم كل الكليات العملية والطب والصيدلة والهندسة إحنا ما بندرس بيزنس معي إن إحنا بنطلع نمارس ده فدكتور السنان بيحط السعر على أي أساس والبرايسين والكلام ده للأسف في ده كاترة أسنان كتير جدا ومش عارفها بيصعر إزاي زملة الناس بتصعر بيصعر كمان العميل ما يعرفش إلي الفرق بين السعر هنا وهنا لكن الرد اللي كان رده أستاذ دكتور أبيك على أحد الأعلميين يعني تليفونيا كان قاله إن السربس بتختلف إن أنا بقدم خدمة مثلا زي القهوة ما بقدمها في كوستا كافي أو قهوة في مكان تاني فهي دي قهوة ودي قهوة ونفس السعر هو أستاذي بس أنا بختلف معي مش هو ده على حسب بيبقى نو اللي بيحدد البرايس فيه فاكتوبز كتير عوامل كتير السعر أهم حاجة عندي الكواليتي الجودة اللي أنا بقدمها والجودة معناها إيه؟ معناها إن أنا عندي تجهيزات ممكن تكون مهمة جدا 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 يعني هديك مثال إن عارضة ما بتيجي تتكلم على حشو العصب حشو العصب إحنا الجيل بتاعنا كنا بنشتغل حشو العصب بطرق تقليدية جدا بعد كده دخل في طب السنان حاجة اسمها الميكريسكوب الميكريسكوب الجراحة خدناها من بتوع الجراحة وبتدينا نشتغل بيه في طب السنان قدرنا نشوف حاجات كان مستحيل تشوفها بينك المجرد الميكريسكوب اللي طلع لشركة إكس نوعية كانت من وقتها من عشر سنين مليون جنيه بعد كده ابتدينا نوع معين من الأشياء خدناها برضو من البرانش بتاع الطب بشكل عامل للأشياء المقطعية بقيت فيها عندنا حاجة اسمها أشياء مقطعية خاصة بالأسنان ابتدت تزير لنا حاجات كان مستحيل نشوفها فابتدأ التولزي دي وهي موجودة التكنولوجي دي بتساوي كواليتي التكنولوجي دي فيها صرف كتير جدا فيها تكلفة كبيرة جدا على الدكتور بلس الدكتور الاسكيلزي دي خدها منين أنا برضو حد من أسات زيتي وأنا عذكر اسمه وبرضو بالمناسبة برضو أستاذ دكتور أحمد السيد بيقولي أنت لو حسبت كمية الفلوس اللي أنا صرفتها وأنا عشان أتعلم طب أسنان دكتورة وأستاذ دكتور لكورسات بره مصر بس مبالغ فلكي فأكيد سعرك هيكون مختلف عن أي حد تاني فأنت النهار دا البرايسينج لعلاقة بالكواليتي اللي أنا بقدمها مش شرط بقى الشكل الفندوقي اللي أنا بقدمه لشكل العيادة مع أن دا مطلوبه مهم جدا يعني أنا برضو دي وصير كله دكتور سنان اهتم شكل عيادتك بليس اهتم كل تفاصيل فألا بيكون في دكاترة شطار جدا بس من شكل العيادة خليني حتى لقول حاجة عجباني طبعا أرجع أقول لا في حاجة مش مريحاني مرينة أنا مريض بمراحل أخطاء كتير جدا كانت دي واحدة منهم ايو صح فكلنا لأ احنا بنتعلم كل يوم بنتعلم وبنكتشف أنه هي حاجات كتير تفاصيل صغيرة كلنا شايفينها مش مهمة لكن أعتقد بقت مهمة جدا لكن اللي يهم العميل أن أنت تعرف الدكتوري بيشتغلك ده السبيشيليست بتاعته الكواليتي بتاعته الشهادات بتاعته الترينيج بتاعته وجوده في السوق سمعيته تجهيزيات وإمكانياته كل العامل دي طبعا تخليك تقدر تدفع تمن كويس في الخدمة وانت ضمن إن شاء الله ان انت خدت خدمة محترمة دي أما ما يحصل للعكس للأسف طبعا دي حاجة أنا شايف أن هي مش لطيفة ومش مقبولة طب ايه هي أهم الخدمات والمميزات اللي بتقدمها مراكز الفيلا ومراكز الاسمايل لطب الأسنان والعلاك هو قوس مراكز الفيلا لطب الأسنان هي ابتدت في شبرة الخيمة تمام وأنا بدايتي قدين بالفضل لكل الناس اللي استحملوني أنا بقولها كده يعني أتذكر بعد ما اتخرجت كنت بأتكلم مع أبويا وأمي يعني بقولهم أنا أنا إزاي هشتغل دلوقتي أنا مش مؤهل لكن بصراحة أول ما ابتديت كنت حاسس بمسؤولية رهيبة جدا تجاه المهنة وتجاه المرضى فكنت بحاول أتعلم كتير جدا واشتغل وأنا سنة صغير فحاسس إن الناس استحملتني كتير يعني كانت في بعض الأخطاء في بداية حياتي كان بيبقى نفسه طلع فلوسها دي للعميل يعني أخطأت في حقك فحاسس إن لأ حسيت إن أنا الناس استحملتني كتير وده كان بيحملني أمانة رهيبة جدا فخلاني في أول حياتي أفضل شغل عملته في حياتي كان أول سنة بعد التخرج كان تعلم كوالتي رهيبة جدا كنت بقدمها كنت بحسه جدا كنت لازم نقدي نتائج تكون دقيقة جدا للمرضى وطبعا ما كانش عندي طبعا عدد كبير من المرضى بعد كده العدد زاد جدا وبفضل ربنا سبحانه وتعالى فتحت مركز واثنين وثلاثة واربعة في عدد المراكز اللي أنا فتحتها دي وكان طبعا أنا كان الحمد لله يعني أنا كان اطلب مني إن أنا عدد كبير من الناس كان متأمن عليهم مع شركات تأمين فمراكز الفيلا بيتقدم جودة عالية جدا وبأسعار مناسبة جدا ومتعاقدين تقريبا مع كل شركات التأمين اللي موجودة في مصر حتى عيادة رويل اللي موجودة في الشيخ زايد هي عيادة برضو بيتقدم خدمة التأمين أما عيادة آي سمايل هي الحاجة الوليدة وهي الفكرة اللي أنا نازل بيها طبعا نازل بيها هنا أنا في زايد كنت أتمنى طبعا أنا بعد ما نقلت من شوبراء وجيت عادة في الشيخ زايد كنت أتمنى أن أنا لقي الميديكال سيربس عالي كنت أتمنى أن ألاقي خدمة طبية سمارت بالنسبة لنا كحد ساكن في زايد حتى في الدانستري ملاقيتش الدكتور السنان اللي بيشتغل كأورا الهايجينست أنا دلوقتي بفكر في ولادي إزاي أنا مش مستني ولادي يمروا بمراحل تساوص وبعد كده وديهم للدكتور لأ أنا عايز أعمل بريودك تشيكب عايز 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 أقدم خدمة تكون عالية جدا وهنا طبعا أنا بناشت كل أولئي الأمور إن هم يعملوا كده مع أولادهم لأننا هتكلم حلقة كاملة عن الريستوراتف سيك إن أنت كل ما قدرت تشتغل بدري كل ما قدرت تلحق المشكلة في أولها كل ما ده نتائج هيلة جدا ده إيفن حتى مش مستني يحصل مشكلة يعني المفروض أولئي الأمور إن دلوقتي فأنت لفت نظري لفكرة إن أنا لأطفالنا نوديهم للدكتور يعملوا تشيك أب على أسنانهم من غير ما يكون في أي مشكلة طبعا طبعا مش أسنان بس أسنان ويكشف الأطفال أو لو هو ولد كبير شوية أو شاب بيكشف بطنا بتكون شوية بعيدة عن إينا نقطة اللي تشيك أب للأطفال دي بنبقى خلاص طلامة كويس خلاص يعني مش لازم نعلم إذن نبقلين في نفسنا بس أوكي بس خلاص بقى إحنا مش عايزين نعمل كده مع أولادنا ونتمنى إن شاء الله إن الفكرة دي تتبنىها حتى المدارس يعني أنا كنت أتمنى حتى أنا أولادي في مدارس دولية كنت أتمنى وأنا موديوم المدرسة إن المدارس تكون مركزة على ده إن يبقى فيه بريوديك تشيك أب معي وإن يبقى فيه الجزء ده وطبعا ده برضو بروجيكت أنا بتمنى إن شاء الله إن أنا أعمله مع عدد من المدارس في زايد وأكتوبر إن شاء الله طب أهل الوقت دخلنا في قصة الحشو والحشو العصب والحشو العادي في كلام كتير أو عن موضوع الحشو الأسنان فإيه هي أفضل مواد للحشو والأسنان وممكن تقعب معنا وقت قد إيه هو سؤال زكي جدا يا مرينا يعني بصي وأنا أفضل مادة حشو هي الحاجة اللي ربنا خلعها نوعي إن أنت تقدر تماثل الطبيعة سبحان الله ما فيش مادة قدرنا نختارها في طب السنان تقدر تماثل الطبيعة يعني ما فيش مادة أقدر أن أنا أحطها في سناني اللي هو مثلا زي حشو العصب أو نوع معين من حشو العصب ياب معين مدى العمر لا ما فيش حاجة اسمها كده يعني ما فيش حاجة عندنا في طب السنان اسمها forever الحاجة الوحيدة اللي forever هي الحاجة اللي ربنا خلعها this forever أما الرستوريشن فهي for certain period الحشوات أو أي شغل بيتامل في الأسنان هو ليه عمر افتراضي وليه فترة زمنية معينة وده هيدخلنا في معلومة اسمها أو concept اسمه رستوريشن انت مش ممكن يعني أنا هديكي مثال صغير عشان نتفهمها لو أنا بفترض أن طفل صغير عنده مثلا 12 سنة وراح عمل حشو عصب في درس الدروس بتاعته بعد 6 سنين اضطريت كان عامل يعني اضطريت أن أنا أعمله كراون بعد فترة الكراون وقع بعد فترة اضطريت أن أنا أخلع لما يوصل للـ 40 السوكي بنوصل لمرحلة الخلع والزراع مجيش حاجة هتفضل الحاجة اللي ممكن مثلا بالعكس مثلا هو في فترة هو سمن صغير عملت حشوية بسيطة جدا الحشوية البسيطة دي ممكن أغيرها بعدية بعشر سنين بعدية بسبع سنين هتبقى الكابتي أو التحضيرة أوسع شوية أنسقن فكل مثلا عشر سنين هتبتدي تزود شوية لحد ما هتقند ممكن تنتهي بأنك تدخل في حشو عصب بعد كده وتلاقي مثلا وصلنا عند سن مثلا 50 سنة أو 60 سنة خلعت وعملت زرعي ففي النهاية عشان تستمر للأبد دي ده موضوع صعب جدا ولسه ما فيش ماتيريال للأسف تم اختراعه بطب السنة أنت قدر توصلنا لكده دايما وقت حلقتنا بيعد معاك بسرعة يا دكتور ووقت حلقتنا عدة بسرعة نتبع ما إحنا ملحقناش أن إحنا نتكلم عن كامل الأسئلة اللي إحنا فعلا محتاجين نعرفها من حضرتك وفعلا إحنا محتاجين معلومات كتيرة قوي ملحقناش أن إحنا نتكلم فيها نحب في نهاية حلقتنا نشكر ضيفنا الدكتور محمد زكي اللي شرفنا النهاردة وأضاف لنا كتير من المعلومات القيمة ونحب نشكر جمهورنا ومتابعينا في كل مكان وانتظرون الأسبوع القادم وهنتكلم كتير جدا معاكم وهنديكم كل المعلومات وأي أسئلة خاصة بالأسنان عايزين تعرفها من الدكتور أرقام التلفونات الدكتور موجودة على الشاشة أو تابعونا على صفحاتنا وأي أسئلة هنكون معاكم إن شاء الله ودايما معاكم الدكتور محمد دايما ندينا المعلومات الجديدة ودايما نديكم أحسن المعلومات في مبيرنابكم عالم مارينة هنتظركم الأسبوع القادم إن شاء الله شكرا لك يا دكتور اشتركوا في القناة